اشتركوا في القناة والسلطة المحلية جموع المواطنين القادمين من خارج المكلة من الدخول إلى وسط المدينة والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية بحسب بيان الوقفة نحن شكلنا كل الصعوبات تعابة ومواتة حتى ليسافرون يموتون في طرق ما قادرين يمشون في الباصات ومن ضمن أني قايب من عمان قبل أمس أني بقني حق الطعمان إلى عمان في الباص نوصل عمان قدني ميتة وعيوني مرمى نطلب مطار قابل كل حاجة مطار ريان يفتح قابل كل شيء يفتح مطار ريان هذا مطار مش قاعد عسكرية وزير النقل صالح الجبواني قال لقناة بلقيس إن المطار جاهز لمباشرة عمله لكن من أشار لهم بأصحاب القرار يرفضون ذلك فمن الذي يرفض افتتاح المطار يا ترى خلال الفترة الماضية كانت القوات الإماراتية هي من تسيطر على مطار ريان وكشفت تقارير حقوقية أن أبو ظبي استخدمت مرافق المطار كسجن غير قانوني لمناهضي السياسيين في الوقت الذي فتحت فيه الملاحة لقواتها العسكرية وقيادة الانتقالي خلال الفترة الماضية الشرعية هي الأخرى لم تفي بعودها المتكررة على مدى السنوات الماضية آخر لعود أطلقها البحسني في أمسية خلال رمضان الماضي قال فيها إن السلطة المحلية أبلغت الحكومة جاهزيتها لافتتاح المطار وأنهم في انتظار رد الحكومة لتحديد تاريخ الافتتاح فما هي إذن مسئولية الشرعية وما هي مسئولية الإمارات وما هي أيضا مسئولية قيادة المحافظة التي تعد في وجه المدفع كما يقال ظل الوضع كما هو عليه أربع سنين من 2016 إلى الآن ميناء عدن على الحصار ميناء المكلة على الحصار ميناء مطار الريان مطار عدن الدولي لازال في حصار على هذه المواني الجوية والبرية من قبل دول التحالف ولا نعرف ما السبب اليوم يقولون خمس سنين وتحرّت حضرموت فين تحرير حضرموت نحن ناشد التحالف العربي ما فيهم السعودية وليهم ودولة الإمارات والشرعية برئيسة عبد الرب المنصور هادي ومحافظة البحسني أن يغيتونا أن يغيتونا 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 لما امتاه لما امتاه تعبت الناس ماتت الناس سافر لما أميال لا سؤون قضية المطارات اليمنية قضية يكتنفها الكثير من الغموض وتقاطع الإرادات بين الحكومة والرياض وأبوظبي فمن غير المفهوم أن يمنع التحالف بشكل متكرر طائرات اليمنية من الإقلاع أو الهبوط في مطارات البلد السيادية وأن يمنع مطارات مدن محررة أن تباشر أعمالها في خدمة المواطنين ومصالح البلد لكن المخجل أن كل هذا يتم في ظل صمت لقيادة الشرعية إلا من تصريحات موسمية للوزير الجبواني تصريحات ليس لها حول ولا قوة ترجمة نانسي قنقر